ومعايا كمان نوعي الان يعني الاستاذ عمر مجدي من التحالف الوطني سوز عمر يعني احنا نتكلم على مجودات كبيرة جدا من كل المهم مشاركين في التحالف الوطني لأين وصلتم عدد المتطوعين هل مستعدين تكملوا لحد امتى؟ الحقيقة احنا مستعدين نحن نكمل لحين انتهاء الازمة في قطاع غزة بتقديم كافة انواع المساعدات اللي نقدر نقدمها والممكنة لأهلنا في القطاع احنا الى الان بنتكلم في احنا حاليا في القفلة الاولى للمساعدات من التحالف الوطني واللي شملت 106 شاحنة 106 شاحنة اللي كانت موجودة بتتنوع مساعدتها ما بين الغذائي والطبي والكساء والاخطية ده غير عدد مساعدات المتنوعة الاخرى الى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها عبر المعبر رفح من الجانب المصري 86 شاحنة للتحالف الوطني العامل الاهل التنموي باجمار حمولة بيصل 1200 طن بتتنوع ما بين 56 شاحنة للمواد الغذائية فيها ما بين مواد غذائية متنوعة ومياه ولبن للاطفال ايضا 15 شاحنة للمساعدات الطبية فيها ما بين الادوية والمستلزمات الطبية والتجهزات اللازمة ايضا في عشر شاحنات من المساعدات المتنوعة واللي بتشمل بداخلها على الاقل هي مساعدات غذائية ومساعدات طبية بالاضافة للمساعدات اخرى ده غير خمس شاحنات من الاخطية والكساء وصلت لأهلنا يعني تخطت المعبر من الجانب المصري وفي انتظار يعني في كتير منها وصل لأهلنا في قطاع غزة وفي اللي لسه بيتم تخزينه ويرساله لأهلنا في القطاع الحياة اللي حنتكلم فيه ده كله هي القفلة الاولى وما زال هناك قوافل اخرى وما زال هناك عشرات ومئات الشاحنات المنتظرة انها بس يتم فتح المجال لها فتيجي برضو تمر من المعبر واذا باكده نتكلم سامرة على فقط الدفعة الاولى من المساعدات شكرا جزيلا على ذي المعلومات الوفية